تحية تيبة مشاهدين الكرام وأسعد الله أوقاتكم بكل خير ومرحبا بكم في عدد جديد من حصتكم ضيف الإخبارية تستمر نكبة فلسطين باستمرار المشروع الاستطاني الصهيوني العنصري لكن صمود الشعب الفلسطيني ومقاومته يفردان الاستحقاق على الجميع فمن إقرار الأمم المتحدة بجريمة النكبة إلى إعلان الجزائر وموقفها التابت بمركزية ومحورية القضية الفلسطينية وللحديث والاستفادة نسعد باستضافة السيد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني مرحبا بك سيد أهلا وسهلا مرحبا بكم في أرض الجزائر أرض الشهداء هذه العلاقة الوطيدة التي تجمع بين البلدين شعبا وحكومة سيدة بداية أتوجه بالشكر العميق والجزيل لما تقوم به الجزائر على مدار ميلاد الثورة الفلسطينية وانطلاقتها وعلى مدار دعمها للشعب الفلسطيني ونضال الشعب الفلسطيني منذ أن نالت الجزائر استقلالها عام 1962 ونحن في الثورة الفلسطينية نعتبر أنفسنا امتداد لثورة الجزائر العظيمة التي انتصلت على المستعمر الفرنسي ومن هنا حينما نأتي إلى الجزائر نأتي إلى الراعي الأول لثورة الجزائر الفلسطينية إلى من علمونا ودربونا وفهمونا معنى الثورة وعمق الثورة والالتزام بالثورة من أجل الحرية والانعطاق من نير الاستعمار وخاصة الاستعمار الإحلالي الاستيطاني الذي احتل فلسطين منذ عام 1948 بمؤامرة دولية بريطانية أمريكية والاستعمار القديم منذ ذلك التاريخ جلبوا العصابات الصهيونية من كل أسقاع الدنيا وأسكنوها في فلسطين من أجل إقامة كيان وظيفي في خدمة الاستعمار في ذلك التاريخ وإذا عدنا للتاريخ حينما تم وضع وثيقة بانرمن كامبل بانرمن كان رئيس وزراء بريطانيا في 1905 وبدأوا الدول السبعة في ذلك الوقت الاستعمارية التفكير بأن يكون هناك جسم غريب في المنطقة العربية باعتبار أن هناك صراع بين حضارتين الحضارة الغربية والحضارة العربية الإسلامية وأن منطقتنا في ذلك التاريخ تشكل بالنسبة لهم خطر كبير باعتبار نحن نتحدث بلغة واحدة ولنا دين واحد وعادات وتقاليد مشتركة وبدأت فعلا النكبة عام 1948 بطرد الفلسطينيين من مدنهم وقراهم وتهجيرهم فجزء منهم بقي في داخل التمانية واربعين لهم أهلنا الآن عرب الفلسطينيين في التمانية واربعين اللي تقريبا تعددهم يصل إلى حوالي 2 مليون فلسطيني وهناك أيضا لاجئين في الضفة الغربية بالإضافة لأهلنا وشعبنا في الضفة الغربية ولاجئين في قطاع غزي بالإضافة لأهلنا وشعبنا أيضا في قطاع غزي هذا الجانب والجانب الآخر هناك دول العربية المحيطة بفلسطين نسميها دول الطوق مثل سوريا والأردن واللبنان أيضا هناك مخيمات فلسطينية يعيشون فيها منذ ذلك التاريخ ونحن فعلا نعيش حالة اللجوء وحالة المهجر وجاءت الثورة الفلسطينية منذ البدايات بدعم من الانتصار الكبير الذي حققته الجزائر وكانت أول من ساعدنا سواء بالسلاح أو بالتدريب هنا في كلية العسكرية في تشيرشال هنا أيضا تدرب الطيارون الفلسطينيون هنا أيضا الفدايين الفلسطينيين في المعسكرات الجزائرية تم تدريبنا وتزويدنا أيضا بالسلاح وكالة الانطلاقة انطلاق التطارب الفلسطيني في 1.1.65 ونحن لا ننسى دول الجزائر منذ عهد الرئيس الشهيد الخالد هواري بمديان وأيضا رئيس الشهيد الخالد ياسع عرفات منذ ذلك التاريخ نحن فعلا دائما نأتي إلى الجزائر الجزائر رائعي للثورة الفلسطينية بشكل عميق وشكل كبير وهي تشكل أم للثورة الفلسطينية أب للثورة الفلسطينية وأيضا في ظل الصراع الداخلي اللي بيحدث في الساحة الفلسطينية أيضا الجزائر كانت بتلم الشمل الفلسطيني عفوا سيد روحي وهذا أظن بأنه أيضا نابع من سوسيولوجيا الشعب الجزائري الذي يدعم القضية الفلسطينية والفلسطينيين مهما كانت يعني المواقف أو التحديات التي تواجهها الشعب الفلسطيني نذكر أيضا فيما يخص الشعب الجزائري دائما يقول بالروحي بالدم نفديك يا فلسطين هذا الشعب أيضا مشهور بالنسبة للشارع الجزائري هذا فيما يخص الشارع لكن يخص أيضا القيادة هنا نرى أيضا الاتفاق من شمل الفصائل الفلسطينية الذي كان السنة الماضية وأيضا قمة الجزائر التي يمكن أن نقول بأن كانت القضية الفلسطينية تصدرت وكانت محور اجتماع القادة العرب الجزائر كجزائر موقفها الدائم هو أن القضية الفلسطينية أم القضايا العربية وهي القضية المركزية للأم العربية ولكن فعلا حينما نتحدث عن الدور الجزائري في لم الشمل الفلسطيني فهي لها أياد بيضاء بهذا الجانب وأنا هنا نستذكر كما تعلمين بعد حرب 1982 الاجتياح الإسرائيلي إلى بيروت وحقيقة أن استطاعوا أن يطرد الثور الفلسطيني من الساحة الساخنة في لبنان حدث ما حدث من انشقاق في داخل الساحة الفلسطينية ولكن الحوار الذي جرى في الجزائر هنا في العاصمة الجزائر أنا أتذكر كان الحوار يتم في فندق الأروية الذهبية في الجزائر تم عقد المجلس الوطن الفلسطيني في دورة 18 في عام 1987 هنا في الجزائر وسميناه في ذلك الوقت مؤتمر الوحدة الوطنية وفعلا لم شمل جميع القوى الفلسطينية في إطار منظمة التحرير المماثل الشارعي والوحيد وعقد المجلس الوطن الفلسطيني هنا وخرجنا أيضا عام 1988 في الدورة 19 هنا في الجزائر بقرارات ووثيقة إعلان الاستقلال وإعلان الدولة الفلسطينية هنا في الجزائر لذلك نقول الجزائر دائما لهذا الموقف المميز وأيضا في ظل الانقسام للأسف الفلسطيني البغيذ القائم حاليا بادر فخامة الرئيس عبد المجيد تبول أطال الله بعمره وفعلا بادر بدعوة الفلسطينيين كل الفلسطينيين للفصائل المختلفة من كل الأطياف سواء كانت وطنية أو كانت إسلامية وبدأنا حوار جدي هنا في الجزائر وتوصلنا إلى وثيقة لم الشامل الجزائري لم الشامل الفلسطيني عفوا بالجزائر وتم التوقيع بحضور فخامة الرئيس تبول على هذه الوثيقة وأيضا حتى أذكر بعد ما تم التوقيع الاتفاق كلهم تشابكوا أيديهم بأيدي نعم كانت صورة تاريخية بالضبط وفي نفس الوقت الرئيس تبول علق على هذا الاتفاق وأكد للفلسطينيين بوحدتكم تستطيعوا أن تحققوا الدولة الفلسطينية المستقلة في حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف من هنا نقول نحن يجب كما كانت الجزائر وستبقى الجزائر راعية لعمليات المصالح الفلسطينية يجب أن نلبي هذا الموقف الجزائري أولا للمصلحة الفلسطينية وفي نفس الوقت حتى لا نخذ للجزائر التي تخوض الصراع مع الكل سواء كان في المحيط الإقليمي أو في المحيط الدولي من أجل دعم القضية الفلسطينية وهنا أذكر في عام 1974 مبكرا حينما كانت الجزائر ترأس الجمعية العامة ووجهوا الدعوة لياسر عرفات وألقى الكلمة الشهيرة لياسر عرفات في الأمم المتحدة واللي قال أن أجئتكم ببندقية الثائر بيد وبالغصنة الأخضر بلاد الأخرى فلا تسقط الغصنة الأخضر من يدي بمعنى أني بنشد السلام رجل السلام بالضبط نرجل السلام وأصبحنا عضو مراقب في الأمم المتحدة بفضل موقف الجزائر والجزائر هنا أستاذ تسعى أن تكون فلسطين عضو دائم بالأمم المتحدة وهذا هو المسعى وهذا ما يسعى له فخابة الرئيس عبد المجيد تبون أطلال الله بعمره وفعلا سواء في قمة العربية الواحدة الثلاثين اللي صارت في الجزائر اعتبر أيضا قضية قمة لم الشمل العربي وفي نفس الوقت دعم المطلب الفلسطيني لدى الأمم المتحدة بالاعتراف بدولة فلسطين دولة كاملة العضوية وعضو في الأمم المتحدة ولكن كما تعلمين يعني مصار أخذ العضوية في الأمم المتحدة يذهب إلى مجلس الأمن ومجلس الأمن دائما نصدم بالفيتو الأمريكي لأن أمريكا هي أم الداء بالنسبة لنا لذلك مع ذلك نقول الجزائر فعلا بدل الجهد كبير جدا وحتى في قمة الجد في قمة الجد القمة 32 اللي نحن متفاعلون حقيقة وهي امتداد لقمة الجزائر نحن نستذكر في هذا من اللقاء كلمة الجزائر كلمة الرئيس عبد المجيد تبون التي ألقاها وزير الخارجي كانت كلمة عظيمة جدا وكل الكلمة أو أغلبية الكلمة كانت عن فلسطين وأهمية حماية الثورة الفلسطينية والشعب الفلسطيني ودعم المطلب الفلسطيني في الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة نعم هنا أيضا تظهر ضرورة دعم مبادرة السلام العربية لسنة 2002 أيضا من أجل إعطاء هذا البعد للقضية الفلسطينية وإيجاد حل سلمي والآن تم التأكيد عليها في قمة الجزائر قمة 31 وفي قمة جدر قمة 32 التأكيد على المبادرة العربية للسلام وبدون تنفيذ المبادرة العربية للسلام لن يكون هناك في سلام ولكن الشعب الفلسطيني شعب مستمر بالكفاح ومستمر بالنضال وكما تعلمين اليوم صباحا كان هناك لدينا في فتح ثلاث شهداء في مخيم بلاطة ويوميا واختحامات أيضا المسجد الأقصى وأيضا هذه الممارسات الصهيونية المتكررة وهذه الحرب الدينية التي يشنها أيضا الكيان الصهيوني حكومة اليمين المتطرفة التي فيها بن غافير اسموت ريتش يقوم بالاستفزازات اليومية وهذا يعني هذا يجب أن يحرك مجتمعنا العاربي ومجتمعنا المسلم من مجل فعلا دعم أهلنا المخدسيين في القدس هؤلاء الذين الأبطال الذين يتصدون يوميا لكل هذه المحاولات الاستفزازية الإسرائيلية وكان أخرى كما تذكورين مسيرة العلام وإرقاحات المتواصلة إلى باحات المسجد الأقصى هم يشنون هذه الحرب الدينية ضد المقدسيين والفلسطينيين نحن نحاول أن لا نصل إلى الحرب الدينية نحن لسنا ضد اليهود حتى نكون واضحين ولكن ضد الحركة الصهيونية وضد الاستعمار السيطاني الموجود في بلادنا يحاولوا أن يجرون إلى حرب الدينية وهذه لن تبقي ولن تظهر سواء في جانبنا المسلم أو كذلك جانبنا المسيحي ومع الجانب اليهودي لأنها تخلق وتصنع كرهيمة بين الأديان نحن في الأديان السماوية يعني كمسلمين نعترف بكل الديانات وبالتالي نحن نحاول أن نتجنب الحرب الدينية ولكن للأسف غلات المتطرفين اليهود يحاولون أن جرون من خلال قضية الصراع الديني وادعاهم بأن في مكان المسجد الأقصى يوجد هيكل سليمان وهذا ليس صحيح ولهم منذ احتلوا فلسطين لغاية الان يبحثون وينقبون في كل الأثار ولم يجدوا أثر واحد لهم لا في القدس ولا في فلسطين أثر واحد لم يجدوا حفرياتهم وكل علماء الأثار حفروا في فلسطين حتى يجدوا أثار واحد دل على تاريخهم موجودة في فلسطين لم يعثروا حتى اللحظة هاي على أي أثار ولكن عثروا على أثار كانعانية وأثار إسلامية وأثار عربية ولم يعثروا على أي إثر لهم كيهود في فلسطين سيد فتحني نعود إلى الإنجازات الدبلوماسية خاصة على المستوى الأممي تم الاحتفال بذكرى النكبة 75 لأول مرة بالأمم المتحدة في 15 ماي وهذا بعد إقرار من الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة في 30 نوفمبر الماضي مباشرة بعد قمة الجزائر هنا نرى هذا الثقل هذا الدعم للقضية الفلسطينية بعد لم الشامل على المستوى البيت الفلسطيني وتوافق أيضا الدول العربية على ضرورة دعم القضية الفلسطينية نجدها الآن على المستوى الأممي لنتحدث عن هذه الثلاثية نعم يعني أولا هذا القرار كان قرار مهم جدا الموقف العربي والموقف الإسلامي والموقف المميز لدولة الجزائر وهي كانت رئيسة القمة العربية في ذلك الوقت وهذا القرار فعلا لأول مرة في التاريخ وبعد 75 سنة من النكبة الفلسطينية تم اعتماد يوم أممي 29 نوفمبر من كل عام أيضا اعتمد في الجامعية العامة للأمم المتحدة وهي يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني وأيضا كما تعلمين تم تشكيل لجنة دائمة في ملجان الجامعية العامة وهي لجنة الحقوق الثابتة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني كل هذه القضايا الجامعية العامة لها موقف الجامعية العامة اعترفت منها كدولة في الأمم المتحدة مراكلة لأن قضية الدولة العامة اللي بدها قرار من الجامعية العامة من المجلس الأمن ومجلس الأمن في البيت الأمريكي يعطل علينا ولو القرار للجامعية العامة كدولة كاملة العضوية معتمدة اللي أصبحنا عضاء في هذه منذ عام 1974 لكن منظمة التحرير عضو مراقب الدولة الفلسطينية عضو مراقب في الجامعية العامة الآن نحاول ونضغط لكن للأسف الضغط الأمريكي على الدول الأوروبية وبعض الدول الأوروبية لها موقف أيضا للأسف المعايير المزدوجة وبالتالي هذه المواقف أيضا مخزية بالنسبة لها نقول مع ذلك نحن في مسيرة نضالية كفاحية الجزار استمرت 132 سنة وهي تقاتل وتكافح حتى نالت استقلالها ونحن على خط الجزار وعلى ضرب الجزار مستمرين بالكفاح وإن شاء الله أيضا سنحقق هذا الانتصال ربما نصل إلى 132 سنة وربما قابل وربما أبعد ولكن لن نترك النضال ولن نتخلى عن النضال هذه فلسطين كل فلسطين لنا ولا أحد يشاركنا فيها زادة فتوح روزماري دي كارلو وكيلة الأمينة العام للأممية المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلم ذكرت خلال الفعالية تاريخية التي نظمت لأول مرة بالأمم المتحدة على دعم الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير والاستقلال ما أثر هذا الاعتراف الأممي على المسار القضية الفلسطينية دوليا وأمميا هناك تأييد كبير جدا كل الدبنماسية الفلسطينية نشطة بهذا الجانب خلال الجامعية العامة ومعظم القرارات التي تخص القضية الفلسطينية التي تجدد سنوان حينما تعرض الجامعية العامة نحصل على أعلى نسبة من التصويت والتأييد بتوصل أحيانا عندنا 190 صوت بتوصل أحيانا عندنا 160 صوت يعني كل القرارات التي تتقدم بها فلسطين أو المؤيدين القضية الفلسطينية في الجامعية العامة كلها تفوز بالأغلبية الصاحقة في قرارات الجامعية العامة لذلك نقول هذا الموقف ليس مصررت سيد رحيفة تحرم تحدث الآن في كلمة أخيرة توجهها للمشاهد الجزائري والشعب الجزائري الذي دائما يفرح ويبتهج بمشاهدة فلسطين ومتابعة الشخصيات الفلسطينية الشعب الحبيب الشعب الجزائري شعب الأبطال شعب الشهداء قانون الانتصار اللي صنعوا الشعب الجزائري هو القانون اللي احنا ورثناه منكو كفلسطينيين من أجل فعلا الانتصار على العدو الصهيوني تماما كما علمتونا في الجزائر أن الثورة بحاجة إلى نفس طويل وإلى صبر ولتضحيات الجزائر قدمت أكثر من مليون ونص مليون شهيد نحن نعلم منذ بداية الثورة الجزائرية عام الف تمانمائة وثلاثين ولغاية ما استقلت الجزائر أكثر من خمسة مليون أو ستة مليون جزائري ستشهد في سبيل في ضرب الحرية ونحن نقول على ضربكم أنتم بدأتم من المشوار ونحن نكمل يا شعب الجزائر العظيم والآن فعلا هذه الجزائر الدولة العظيمة التي رعتنا بكل ما تملك سواء بالقضايا العاطفية أو بالقضايا المادية بالقضايا المعنوية أو بالقضايا المادية والله يحفظ الرئيس عبد المجيد تبون هذا الرجل الذي يرى بعينيه فلسطين محرر إن شاء الله من خلال هذا الدعم الكبير الذي يقلق كل جزائري حينما يرى الجزائر أن الفلسطيني والفلسطيني بناته من شقاك أو خلاف يقلق الجزائري لأنه بعتبر القضية الفلسطينية عنده أم القضايا فوق كل القضايا لذلك نشكر الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على كل ما قدموه ونحن فعلا نتقدم بالشكر الجزائر لكل الجزائر لكل مواطن جزائري على ما قدمتوه لنا في الثورة الفلسطينية من حب ورعاية وبرك الله فيك وألف شكرا شكرا لك سيد روحي فتوح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني شكرا لكم على كل هذه المعلومات وعلى وقتكم الثمين وتشريفكم لبرامج ضيفي الإخبارية مشاهدين الكرام إلى هنا نصل إلى ختام هذا العدد الخاص والذي خصصناه لأحد ضيوفي الجزائر شكرا لكم على كرم المتابعة والوفاء وإلى اللقاء اشتركوا في القناة